بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا شقيا ولا محرومة واجه قلوبنا يا رب بجاه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما تحب وترضى وبعد السادة الحبائب الكرام السادة العلماء السادة الحضور يقول ربنا عز وجل في كتابه العظيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي آية أخرى فاتقون أيها الإخوة الكرام إن مصدر قوة هذه الأمة هي هو اجتماعها وتماسكها الداخلي الذي يشكل أعظم جبهة لصمود هذه الأمة التي تواجه التحديات الكثيرة والفتن المتوالية في شتى بقاع الإسلام الحمد لله وإذا أعظم جبهة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا أن جيشاً من الغزاة أراد أن يدخل مدينة جيشاً من الغزاة أعداء الإسلام أراد أن يهاجم مدينة فقبل أن يدخل أرسل جاسوساً ينظر في حال الأمة فرأى الناس متماسكين متحابين الجار يحب جاره والمجتمع متماسك قال لا نستطيع أن ندخل ثم أرسل المفسدين في الأرض الذين يفرقون بين الناس ويثيرون الفتن ويبغضون الناس بعضهم إلى بعض فبعد سنتين أرسل جاسوساً فرأى أن حال الناس قد تفرق وأنهم أصبحت الفتن واقع فيما قال الآن سنتخل ونحتل تلك البلاد جسوس setelah dikirim dengan orang-orang yang melihat انتك انتك yang melihat ketika dikirim didapatkan umat islam bersatu tetapi ketika dikirim pasukan bagaimana mereka itu mempunyai tujuan dan orientasi untuk menghancurkan umat-umat islam ketika didatangkan itu orang-orang yang masuk ke dalam suatu tempat tersebut maka lalu dikirim انتك lagi untuk memeriksa bagaimana keadaan di kota tersebut lalu didapatkan kota tersebut hancur rusak karena adanya orang-orang yang merusaki daripada keberadaan persatuan islam di saat itu ayo lakwa keberadaan ayo lakwa keberadaan yaa men yasmakuni di asyakhina wa saadatina al habaib wa ulemaina wa asatithatina fa nahnu ayo lakwa ala khairin azim fa iza ipt'adna anhum wa amilna bi araina wa ahuaina fa nahnu ayo lakwa ala khatarin azim ketahuilah wahai orang-orang yang mendengar daripada ceramah ini ketahuilah bahwasannya setiap daripada umat islam harus mempunyai referensi harus mempunyai tempat rujukan siapa yang kita jadikan sebagai tempat rujukan kita jadikanlah tempat rujukan kita para ulama para habaib yang lurus memandu kita yang lurus membimbing kita hingga kita tidak gampang untuk diombang ambing dengan fitnah tidak jauh kita daripada ajaran nabi kita maulana muhammad sallallahu alaihi wa laluh wa sahbihi wa sallam ayuhal ikhwatu al kiram inna kulla kalimatin tasduru min mutakallimin tusi'u ila alibayti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadhil kalima la yuradu biha wajhullah wa inna kulla kalimatin yusau biha ila ulama as salihin ulemaina wa shaykhina fi hadhil bilad hadhil kalima biha jemaah wa harida yad wa harida wafi keza sallam wa sallam wa sallam imam wa mar shouldna seyidi tufiq ben abd al-qadir al-sigaf reis rabit 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 alawiya a hal피 ardu min ke ya sallam yang varsay yang yuk jemak al-qulub al-qulub am ya sallam say نرجو منك سيدي أن تقيمة مؤتمراً ندوة تضم بها في هذه الندوة كل رؤوس الدعوة الإسلامية المخلصين العاملين في هذه البلاد لياعلم كل واحد أن هذه البلاد بلاد مباركة وهي يد واحدة إن شاء الله تعالى سيدي مباركة أحد مباركة أبداً هناك أن تزد أن يتبعوث أي شاء الله تعالى سيدي عملنا في هذه البلاد مباركة مباركة أبداً أن تقيمة ليس بسرعة أبداً أبداً أن تقيمة الله تعالى حتى الناس تتحرك ويأتي تتحرك من حاتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مكتباً لأنه مرحباً للحبيب توفيق سجاوة لأنه من أكتور ربي طعالويه لأنه من درس من المنزل من المنزل في المنزل وقل لأن المنزل لأنه لن تتحرك من المنزل أنه مرحباً ختاما أيها الإخوة أتوجه إلى ربي سبحانه وتعالى أن ينزل شآبيب رحماته وعظيم فضله وأن يعم قبر سيدنا ووالدنا السيد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف ووالده وأصوله وكل من يلوث بهم وسائر سادتنا الحبائب الكرام الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى وسائر علمائنا ومشايخنا في هذه البلاد أن يرحمهم الله وأن يبارك بثارارهم وأن يوفق سيد الحبيب أحمد بن علي السقاف مشرف مجلس العفاق وإخوانه الكرام سيد الحبيب محمد وسيد الحبيب طه أن يجمعان شاء الله بهم شملا هذه المماء وسل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله يا رب العالمين Lalu beliau menutup daripada akhir pembicaraan beliau dengan mendoakan agar Allah سبحانه وتعالى berikan panjang umur sehat afiat para ulama-ulama kita dan agar Allah سبحانه وتعالى kumpulkan kita dalam keadaan mahabbah cinta kepada Nabi kita maulana Muhammad صلى الله عليه وسلم لَفْمِقُمْ ترجمة نانسي قنقر